نظمت وزارة التربية والتعليم في قاعة المركز الثقافي الإسلامي بمجد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين ورشة عمل متخصصة بمشروع التوعية بمخاطر التلوث الضوضائي مدير التربية والتعليم للواء قصبة عمان زيدان العبادي قال يتطلب منا أن توحد للوقوف على حجم هذه الظاهرة لمعالجة ما يمكن معالجته بالتشريعات والقوانين أو تخفيف من حدتها وتأثيرها على الإنسان لقد أصبحت الضوضائية إحدى أهم السمات البارزة للمدن الكبيرة في العالم أجمع دون استثناء وتحتل حسب الإحصائيات الرسمية المرتبة الثانية بعد تلوث المياه في العالم وهذا يتطلب منا جميعا أن نتوحد للوقوف على حجم تلك الظاهرة الخطيرة لمعالجة ما يمكن معالجته بالتشريعات والقوانين أو التخفيف من حدتها وأثارها على الإنسان والبيئة ما أمكن فالتلوث الضوضائي أيها السادة المؤتمرين ليس مقتصرا على البيئة الخارجية كما يتوهم البعض بل إن آثارها يمتد ليشمل بخطرها البيئة الداخلية أو ما نسميها بالبيئة المنزلية مدير إدارة النشاطات في وزارة التربية والتعليم فوزي الاغطبة قال إن هذه الورشة ستثري مدارسنا بما يملك المشاركين من خبرة للحصول على بيئة صحية آمنة تخلو من الضجيج إن هذه الورشة التدريبية ستثري مدارسنا بما يملك الأخوة من المشاركين من خبرات عميقة ورؤية صائبة لهم الباع الطويل في هذا المجال من أجل الحصول على بيئة آمنة صحية تخلو من الضجيج وتخلو من كل الأضرار ويهدف مشروع التوعية بمخاطر التلوث الضوضائي لنشر الوعي وإيصال رسائل عديدة تبين مضار هذه الظاهرة على كافة المجتمع الأردني وخاصة جيل الناشئين الذين يجلسون على مقاعد الدراسة محمد الفائز الحقيقة الدولية